يا رباب وستان الزفاف في المنعم للعزباء والغير عزباء بس يا سدي هو لازم يكون الفرح في عريس يسمى يعني حتى لو فلانة حتتجوز فلان يعني الأسماء موجودة أو أنا بستعدة حتجوز جوزي يعني عارفة جوزي واسمه أو مثلا هي يعني رحها تشتري مثلا بس على فكرة في حتة عايزة ألفة نظر مشاهدين لها قبل ليلة الفرح يعني قبل ليلة الفرح لو شفت لو شاف العريس عروسته فستان الفرح في المنام لو هي شافت أنه شافه في المنام قبل ما يبقى في كوشة أو كده حينفصل عن بعض عشان كده المتورسات الشعبية بتاعت زمان جديدي وجداتك بيقولوا إيه بيقولك اوعي توري نفسك للعريس وانتي لابسه فستان الفرح عشان ما يحصلش مشاكل وفعلا سبحان الله يعني متورسات أخدناها حاجة كده موروسة وفعلا كده لا يا بنتي ما توروش فستان الفرح خليهم فجأة طبعا بيقولهم شو حسن ما يتمش خليهم فجأة تبقى لطيفة وكده ففستان الفرح للبنوتة لو مسمي لها عريس أو موجود العريس يبقى هو خير ورزق ان شاء الله لو قعدة لوحدها سيادتها وفي عربية بيضة جات خدتها ده وفا للبنت مش كويس العربية البيضة يا جماعة يعني نعش الموت أو عربة الموت طب لو لابسها سود ويعني لابسها قصدي أبيض وعربية سودة وطارت بيها أو كده أو راحت بيها دي حلوة دي ورحل العريس خلص أوكي في عريس في زكرة اسم عريس لكن لو الفرح بقى بقى زيتة وزنبليتة وفي ايه وفي أكل في الفرح يعني ايه والبت المفروض تبقى العروسة هي عروسة الجنة هتبقى حرمت ان في ناس أموات وأحياء أعرفهم لابسين أبيض وكنا أعالين على البحر حلوة قوي حلوة أموات لابسين أبيض الله ما صلى عنه أموات وأحياء بصي وجود الأموات مع الأحياء في معناها أنهم هيتجمعوا في أمر يخص شأن الرأي ده هيا بتقول مستنين تكريم ليه أنا بقولك ما هو أمر يخصها يعني فإن شاء الله بإذن الله طالما على البحر يبقى حتحصول عليه بإذن الله كده ده روئان بال بقى وراحة كده حاجة حلمت ابني موجود داخل روبوت آلي رأيه وحشة ابنك عقلك إلكتروني قوي عقله يعني بصي ده حيتحول بني آدم ممكن نجيله حاجة في المخ من كتر ما هو داخل في موضوع النت والشوء يعني والحاجات تسحبه واحدة واحدة طبعا عشان ما يحصلوش اسمها إيه في بيحصل كده فعلا الواحد بيحصلو توحد خلاص شايف نفسه قدام قدام بس الجهاز ده أنا قاعد أسير قدام الجهاز ده طب ليه لا أنت تفكي الولا تطلعيه حتة 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 خرجيه عرفيه على أخواته سيبوا بقى موضوع النت ده شوية وبعدين تبعيه شو فيه قاعد في النت بيعمل إيه أصلا تلاتاشر سنة بيلعب ولا شو حلم لشاحبيتي هي مرتبطة بشخص متزوج فحلمت إنها في بيت وهي ومامتها وبتشتكي المامتها منها وهي وقفة بالمطبخ وهو بيقول لها اتبقي الفرخة ولقيت الفرخة مقسومة نصين بصي حقولك على حاجة أي حاجة نصين معناها طلع يعني إيه تفاحة أسمة نصين طلع طلع الرابل بقى من براته الأولانية ولا إيه من دي من دي اللي بعت الرؤية هي اللي شايفة هي اللي شايفة فحاولي تتجاوزي يعني الحقيات دي لو الست الأولانية ما تعرفش وانتم اتفقين على كده فلاش تعرف عشان ما تهيجيش الدنيا لو انت مصرة انها هتعرف اعرف انها هيبقى ممكن يكون مصيرك الطلع فقطع الحاجة نصين انفصال كل حي بروح لحي اشتركوا في القناة